السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 23 عيار مايو القمر اليوم موجود في برج العقرب لغاية ساعات الصباح وبعدها من ساعات الصباح ساعة 28 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش رح ينتقل القمر من برج العقرب لبرج القاوس طبعا رح يظل موجود في برج القاوس لغاية الساعة 33 و35 دقيقة بتوقيت جرينيتش من عصر يوم السبت أيضا اليوم في عنا انتقال كوكب الزهرة اللي رح ينتقل من برج الثور لبرج الجوزة القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 24 و26 دقيقة من عصر اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها على منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر الآن بما أنه ما زال موجود في برج العقرب لغاية ساعات الصباح معناته بظل في نوع من أنواع التطرف في علاقاتنا فما منعرف الحل الوسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يعني يا أقصى اليمين يا أقصى اليسار فعشان هيك يعني ممكن أنها تنقطع بعض العلاقات لغير الرجعة أو تتوضد العلاقات أكثر فأكثر يلعب الجنس دور مهيمن في علاقاتنا وبرضو إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه أي انتقاد أو كلمة أو مواجهة ممكن أنهم ينفجروا في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء أو استئجار منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً عنا مجموعة كبيرة اليوم من الزوايا والأحداث أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و 6 دقائق صباحاً بتوقيت جرينج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهل التنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبرضو بتكون عندنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية بدنا نراقب كلامنا والتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح يكون الساعة 7 و 13 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا وبتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نافقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن أن يعرضنا لعسر الهضم والتخمي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و 27 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وغير ذلك هذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالمسرح والروحانيات أيضاً بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر للخلو السلبي بيبدأ الساعة 7 و 27 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج وبيستمر لغاية الساعة 8 و 23 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8 و 23 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج القوس فبنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعلم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء منمير أيضاً للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هذه الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهراء وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 28.29 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج طبعاً هذه الزاوية لها تعثير تقريباً ثلاثة أيام ومستمرة بثلاثة أيام قادمة بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما يسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كما أنها بتسهل إقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل بتعززت الذائقة الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك مثل فن، ديكور، تجميل وبتمنحنا الرغبات في مجال الرفاهية وبتجلبنا البهجة ومنحقق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب لأمور تتعلق بقطبة أو زواج بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهراء وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و50 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجلبنا سعادة عاطفية وفنية كبيرة وبتسمح لنا بتحقيق مشاريعنا أو مشاريع مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و9 دقائق ظهرا بتوقيت جرينج متعزز قدرتنا على السيطرة على ما شاعرنا وأفكارنا منتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس وهي زاوية تقابل يعني اكتمال القمر بدر طبعا الاكتمال للكل بكون الساعة 1 و52 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين وتشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بالنسبة للحدث اللي رح يصير طبعا اليوم الحلقة صارت موجودة على القناة وهي انتقال كوكب الزهرة من برج الثور لبرج الجوزاء الساعة 8 و29 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا بالنسبة لكوكب الزهرة رح يظل موجود في الجوزاء من اليوم اللي هو اليوم الخميس 23-5 لغاية الساعة 6 و19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من صباح يوم الاثنين 17-6 بيشعروا موليد برج الجوزاء بتحسن بيطرأ على مظهرهم الشخصي وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية مثل الميزان والدلو والأبراج النارية اللي هم الحمل والأسد والقوس وكل شخص تواجد لديه ساعة ولادته كوكب الزهرة في الجوزاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 9.43 دقيقة مساء بتوقيت جرينج مناسبة للإلهام والأرباح المالية اللي بتيجى عن طريق توسط صديق أو جمعية وهاي الفترة ممكن تنهي وضعية حرجة أو ممكن بعض الأشخاص يقعوا في الحب من أول نظرة طبعا على المستوى التجاري بتزدهر الأعمال التجارية اللي تتعلق بالأمور البحرية وبتعمل على صفقات تجارية بخصوص الصيد البحري أو المنتجات الكيماوية أو البتريكماويات مع الدول الأخرى وبرضو أهم تأثير هذا الاتصال الجانب العقائدي للبلاد بحيث أنه بيزداد الاهتمام بالدين والعقيدة وبيزيد الاحترام الناس لرجال الدين والآئمة كما أنه بيزيد هيمنة أحزاب اليسار وتأثيرها على القرارات الحكومية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها تحديدا هو إجمالا كل أعضاء الجسم أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية لإلها إلا إذا كانت إضطرارية ولكن هاي الأعضاء تحديدا ما بنصح نهائيا جراء العمليات الجراحية لإلها خلال الثلاث أيام القادمة طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح الأعضاء التناسلية، المستقيم، الشرج، الإحليل، الغدد التناسلية، المبايد، لبروستاتا، عظم العانى، والجينات أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الكبد، والعجز، عظم الفخد، عظم آخر العمود الفقري، عضلات الورك، مفصل الورك، الفقرات القطنية، والعضلات القطنية هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية وأكثر الأشخاص بيشكوا من الآلام بهاي الفترة من هاي الأعضاء وبرضو اكتمال القمر بيعمل ميوعة بالدم فعشان هيك ما بننصح بالعمليات الجراحية لهاي الأعضاء باقي أعضاء الجسم إذا كانت العمليات إضطرارية ما في أي مشكلة ولكن ينتبهوا من الأشخاص اللي بيتعاطوا أو بيأخذوا بعض الأدوية اللي تتعلق بالمميعات القوية بالنسبة للأمور اللي تتعلق في عمليات التجميل طبعا هذا اليوم يصلح لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها نهائيا أيضا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر بالطرق التقليدية أو اللي ما عندهم مشاكل من كثافة الشعر ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر العادي القصة التجميلة يصلح للصبغ الحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج القوس قلو المسار القادم بيكون الساعة 2.46 دقيقة من عصر يوم السبت بيبدأ طبعا وبيستمر لغاية الساعة 3.35 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيج أما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر المكتمل هو عمره 15 يوم في تمام الساعة 4.45 دقيقة بعد العصر بنبدأ في اليوم الساعة نسبة الإضاءة في نهاية اليوم بتكون 100% بالنسبة لمزاج الكواكب 3.36 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور ورح ينتقل الجوزاء اليوم وطبعا الحلقة الكاملة موجودة على القناة ورح يضل طبعا الزهرة في الجوزاء ليوم 17.6 سعيدة بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 9.6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25.5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل التركيز على الأموال المشتركة وبيظل فيه فرصة متاحة لمكسب مصدره شراكة أو تعويض ولكن بتكون تخففه من النفقات وتحاولوا تكونوا منتبهين من المغامرات المالية أو من إقراض المال أو من النصابين والمحتالين وحاول إنك ما تبالغ بمصاريفك مهما كانت المغريات طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والأمور التي تتعلق بخارج البلاد وبرضو اليوم بيحملك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة بشيء يعني بيكلل بالنجاح أهم شيء إنك تتحرك على مختلف الأصائد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح معناته بضل الفترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة وبضل الفترة ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات من الآن وحتى ساعات الصباح أو خلافات فضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في المحيط وبيطمعين بالكم وبتفرحوا لتطور ما مفاجئ بصير أو شيء كنتوا ترتبولوا بالفترة الماضية هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك عشان ما تجهدوا صحتكم أكثر من الآن وحتى ساعات الصباح حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وانتبه لغذاءك وراحتك وعلاقتك مع الزملاء بالعمل ممكن يكون في بعض المشاحنات أو الجدال مع المعاونين فحاول قدر الإمكان تضبط عصابك لأن القمر الآن بتجه لمقابلتك فطاقتك بتكون ضعيفة وأي مشكلة بتكون مش لصالحك من ساعات الصباح وان القمر بصير مقابلك تماما فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وحافظوا على هدوكم وما ترتجلوا الكلام أو ما توجهوا ملاحظة لأنه ما حد رح يتقبل منك وخصمك اليوم قوي وما بيرحم فعشان هيك هدوء العصاب مطلوب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بضل رغبتكم قوية للتقرب مع أحباكم أو من أحبائكم من الآن وحتى ساعات الصباح وبإمكانكم تعزيز العلاقة معهم ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحبائك وما تبالغ كثير بحضوظك ما ممكن تشعر بانفراج بعض المسائل أو تعيش لحظات سعيدة نسبيا بترفيه بالتقارب مع الأحبة بفرحة بأشياء من هذا القبيل أو حتى بالأمور العائلية أو معني بأمور تتعلق بالتجميل في بعض الحضوظ بتدعمك ولكن ما تبالغ بالحضوظ أما من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لا تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب وممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارية اللي يعني ممكن تخليك تكون متوتر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم يعني أنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة بضل الإهتمام عمستوى البيت والعائلة لغاية ساعات الصباح ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو التزام حول أحد أفراد العائلة أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم مش أنك ما تتهرب من المسؤولية أما من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن أنك تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هذه فترة مناسب لألتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل نشطين في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات والتنقلات وبتظل فترة ممتازة لاجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار تدعمك الحضوض وبتكون جريب في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء بتظل لطيفة ولكن حاول أنك تكون واضح بكلامك لأنه ممكن تمفهم بطريقة خاطئة وإبعد عن الانتقاد أو انتقاد الغير مهما كانت الظروف أما من ساعات الصباح بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية والضاغطة لأنها فترة يعني ممكن يثير اضطرابك أو امتعاضك وما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بظل في فرصة اليوم لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات من النصابين من المحتالين وما تغامروا بأموالكم مهما كانت المغريات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل إما بتوظيفها أو بصرفها وحاول أنك يعني تستشير أهل الاختصاص طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتصير فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بإمكانكم تبادر لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم اللي اجتماعية وبرضو في نوع من أنواع الانفراج أو التقدم الملموس بعد مراوحة وركود اللي كانت ضغطة بالفترة الماضية الآن بلشت الأمور يصير فيها نشاط أكثر فيها واقعية أكثر وعندك حكمة أكبر من ساعات الصباح وما بعد بتعيد تنظيم ميزانيتكم أو ترتيب وضع مالي معين أهم مش أنك ما تغامر بأموالك لأنها هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرار حاسم انت بحاج اليوم لكل التعاطف والتضامن حاول ترتب وضعك بشكل جيد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر ما زال موجود يعني في بيت المتاعب فهو ضاغط حاول إنه تكون هادئ جدا لأنه الأمور هي أساسا ممكن تكون هادئة حد الركود ممكن تلغي مشاريع أو تعاني من تراجع وأهمش إنك ما تتخذ قرارات حاسمة حاول تمشي هاي الفترة لغاية ساعات الصباح بشكل روتيني أما من ساعات الصباح وما بعد بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للإنطلاق بعمل أو مشروع أو فكرة أو لحسم أمر عالق مرضو اليوم ممكن تحصل على خبر سار بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا بمناسبة سعيدة طبعا هذا الأمر من الآن وحتى ساعات الصباح بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة شعبيتك بتكون بتصاعد لكن لا تفرض رأيك على أصدقائك ما تتحكم فيهم ليش؟ لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب فهذا الشيء بيعمل سوء تفاهم من ساعات الصباح وما بعد هنا القمر خلص بوصل لبيت المتاعب فبتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم طاقتكم معنوياتكم اتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها هاي فترة فارغة من الحضود حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة حاول أنك تعمل بشكل روتيني ما تبادر بأي شيء جديد لحديث ما يوصل القمر لا عندك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بدل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك أنك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدون انفعال بدون عصبية بدون قرارات حاول تكون مرن وتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك ما في داعي لتشويه السمعة بأي تصرف بجنب الخلافات والمجازفات أما من ساعات الصباح وما بعد بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية خلال هذا اليوم حاولوا أنكم ما تبقوا واحدين هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا مهنيا اجتماعيا عائليا وبتكثر عندكم الاتصالات والمواعد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا من الآن وحتى ساعات الصباح في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيام الابعيدة أو العلاقات مع الأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ما عند موليد برج الحوت ممكن يذهبوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها بالفترة الماضية واي فترة ممتازة جدا لأنها بتعطي نوع من أنواع النجاح والحظ في الحياة العاطفية والعائلية أما من ساعات الصباح فهنا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتج المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك التزم بمسئولياتك رغم أنها فترة واعدة إلا أنه ما تشوه سمعتك وما تجازف وما تغامر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء